بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أهلنا ومرحبا بحضراتكم مع كورس الإدارة الرشيدة لرؤوس الأموال على قناة STC سالموني تريدينج شانل ومع الحلقة السابعة من هذا الكورس تحت عنوان القواعد الأربعة التي تبنى عليها البرامج الاستثمارية نقول وبالله التوفيق ينبغي على المشتركين بالأسواق المالية بناء برامجهم الاستثمارية على أساس القواعد الآتية القواعدة رقم واحد الأموال المستثمرة أو المضارب بها يجب ألا تتعدى 50% من مجموع رأس المال كحد أقصى فالمبلغ المستثمر للأفراد لأي فرض في البورصة يجب ألا يفوق نصف الأموال السائلة المودعة في حسابات توفير وودائع بنكية القواعدة رقم اتنين الحد الأقصى لأي مركز في وعاء استثماري أسهم أو سلع مثلا يجب ألا يتجاوز 15% من المال المخصص للمضاربة والاستثمار القواعدة رقم ثلاثة إجمالي الاستثمار في قطاع أعمال معين أو في سوق معينة يكون في حدود 25% من مجموع الاستثمارات القواعدة رقم أربعة أقصى حد للخسارة في عملية معينة يجب ألا يتعدى 10% من إجمالي الأموال المستثمرة أو المضارب بها وبعد أن ذكرنا هذه القواعد الأربعة من المفيد هنا أن نذكر معايير تقييم أداء مدير الاستثمار المتخصصين والتي يجب على كل غير المتخصصين أيضا الاسترشاد بها في تقييم أدائهم لقياس مستوى نجاحهم في الأسواق وعلى ذلك يكون هناك أربع معايير أو مقييس لهذا الأداء المعايير الأول عائد الأداء المحقق أي الذي تم تحقيقه بالفعل المبدأ الثاني الحد الأقصى لتراجعات العائد المحقق أي أقصى درجة هبوط بالنسبة للعائد المحقق المبدأ الثالث درجة ثبات الأداء أي عدم وقوع تفاوتات كبيرة في العائد من فترة إلى أخرى أما المعايير الرابع والأخير هو امتداد فترة تسجيل النتائج أي طول الفترة التي يتم فيها إمساك سجلات للأداء المحقق إلى هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة لكم خالي استحياتي مستر محمد أسل